مجدداً أهلاً بكم مشاهدين أوجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شيع السوداني القطاعات الأمنية بتنفيذ المهام وفق قواطع المسؤولية والواجبات المخططة لها يوم الانتخابات أكدى السوداني أن عمل القوات الأمنية سيستمر لما بعد يوم الاختراع إلى غاية التصديق على نتائجها واستعراض التقرير الختامي إضافة إلى طرورة الالتزام بالقالون والتوجيهات بالتصدي لأي طرف يحاول عرقلة سيابية الانتخابات المحلية مبيناً أن ذلك يمثل رسالة تبعثها القوات الأمنية تتجسد في حفظ الأمن والاستقرار